التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرانيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 893 متعافية من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيه مرعاية طبية لازمة وتمامي شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 331.670 حالات وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته بالإضافة إلى وفاة 34 حالة جديدة مشيرة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 397.778 من بينهم 331.607 حالات تم شفاؤها و22.097 حالة وفاة ذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالية إصابات فيروس كورونا ارتفع إلى 10.233.431 حالة بينما بلغ إجمالي الوفيات 232.732 حالة مقابل تعافي 9.83.385 شخصاً وأوضحت المراكز أن عدد المحصنين من سكان القارة السمراء ضد الجائحة بلغوا حتى الآن 204.241.949 شخصاً بنسبة تجاوزت العشرة وواحد من عشرة في المائة من تعداد السكان بينما حصل على جرعة واحدة خمسة عشرة في المائة وحصل أربع وأربعون من مائة في المائة على جرعة معززة فيما يشير إلى استمرار تباطئ عملية التحصيد بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله الله في خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلند مسار العملية الانتخابية في ليبيا وأكد الله في ضرورة وضع خارطة واضحة المعالم وجدول زمني محدد لتنفيذ الاستحقاق الانتخابية معاولاً في الوقت ذاته على مجلس النواب للدفع بهذا المسار إلى الأمام بما يلبي طموح الشعب الليبي ووفق آلية من النزاهة والشفافية تقبل بنتائجها جميع الأطراف من جانبها أكد نورلند أن الولايات المتحدة تدعم بقوة باع مسار يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة أدانت وزارة الخارجية العرقية ما تعرضت له المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد من استهداف للسفارة الأمريكية بالصواريخ وقالت الوزارة أنها تدين بشكل قاطع أي عمل يعد مزعزعاً لأمن واستقرار العراق مجددة للتزامة بتوفير الأمن والحماية للبعثات الدفلوماسية واعتماد جميع السبل الضامنة لتيسير عملها وفقاً لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية أعلنت أوكرانيا أن لديها مؤشرات أولية إلى تورط محتمل لأجهزة الاستخبارات الروسية في هجوم إلكتروني واسع النتاق استهدف العديد من وزارتها وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية ولجا نيكولينكو بأن جهاز الأمن الأوكراني حصل على مؤشرات أولية أن مجموعات من القراصين المرتبطين بالاستخبارات الروسية قد تكون وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي وقع وبحسب بيان صادر عن جهاز الأمن الأوكراني فقد استهدفت الهجمات سبعين موقعاً إلكترونياً حكومياً جدد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكو تأكيد على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيت برايس أن بلينكو صلت الضوء خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي على أهمية استمرار التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ذلك في أعقاب إجراء كوريا الشمالية لثلاث تجارب على إطلاق صواريخ باليستية هذا العام اندرى حريق في مستودع للمواد الكيميائية في مدينة باسايك بولاية نيوجيرسي الشمال شرقي الولايات المتحدة يأتي ذلك فيما قررت السلطات وعدم إجلاء السكان لكن رئيس بلدية المدينة حتى جميع القاتلين في المناطق المحيطة بالمستودع المنكوبة على إغلاق نوافد في منازلهم وبحسب سلطات الولاية فإن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق الذي اندلع في المبنى المكون من ثلاثة تغامق نهاية موجودة التاسعة نعود لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر بازال فاصل